وبالتالي عندما نحاول أن أعلم هذا الانتمام بالإسلامي في تقصيلاته وفتياته نجد أن هناك أرضية وفوادر للفكر العربي والعقل العربي والبيئة العربية الإسلامية كذلك أنها كان لها من القابل بالقابلية للدخول في مثل هكذا عوانم ذات علاقة بالفقافة الغيرية وبالإيمان والاعتراف بالآخر كشأن تواصلي كشأن الفقافة يؤسس لحوار الحضارات إن صح التعليم ولكن عندما نعود إلى النهضة التي كانت مع القرن السابع عشر ومع سؤال ديكارتي حول الهكر والوجود الذي قال في الكوجيتو ديكارتي أنا أفكر إذا أنا موجود طرحت هذه المساعي حول طبيعة التفكير وحرية التفكير والعودة إلى الفكر الحر بالتعبير عن وجودية وأنتروجية هذا الفاعل أو هذا الإنسان المفكر بمعنى ما هي طبيعة التفكير وما هي هوامش الحرية داخل هذا التفكير الذي يحيلنا إلى مثل هكذا الانتماء وهكذا وجود وبالتالي عندما نعود مع أركون يقول أن قسمة الأنسان وهي التي يعرفها دعوني أعرف معكم منظور أركون للأنسان وهو يقول احترام الإنسان للإنسان وحماية الإنسان للإنسان بمعنى لا يحاول أن يُعلم تلوينات خقافية أو عرفية أو إنيولوجية سياسية وإنتمائية بقدر ما يحاول أن يُعلم لنا هذه الأصيلة وكأننا لا نبتعد كثيراً عندما نقول أن سلطيعة مثل ما طرح جونجرا كروسو في الصدفات بين البشر أو بين الناس ويقول شيء ضريف في المسألة يقول أن الإنسان هو أغضل كائنات لماذا؟ قال لأنه يسعيل عقله بمعنى لماذا يقول أن العقل أحياناً يحيلنا إلى نوع من الإنغلاقية وحياناً من الله تواصل في منظور ربي طبيعة الحال في منظور جون برصارت أفوالنا جونجرا كروسو لماذا سيضح التساكل؟ لأنه كتب في مقال له حادثة وقعت مع تير علاقة بولتير بجونجرا كروسو الذي بعد المسابقة التي قدمها في أصل التساكل بين الناس أراد أن يتقدم إلى بولتير وكان في تلك الفترة أستاذ ولا هو باع ولا بشكل كبير فأراد أن يقدم ذلك المقال الذي جونجرا كروسو لانا من خلاله الجهزة قال أقدم لي بولتير ولكن بعد قراءة بولتير يجيبه بحكمة عندما طرح كيفة لجونجرا كروسو يقول أن الإنسان هو أخضينات لأنه يستعمل عقله في الكتاب يجيبه بولتير يقول له لم أجد أحد من قبلك استعمل عقله مثل استعملت أنت عقلك بمعنى وإن طرحت فكرة العقل أنه يحاول أن يقدم نوع من السياجات كما قال أكور ولكن في هذه القطوحة يقدم له بولتير أنه لا أحد قدم فكرة حول العقل مثل ما قدمت أنت وبالتالي عندما أعود إلى الشأن العربي ولماذا لا نعود إلى إشكالية العقل وإشكالية الفكر الحر لأنه نحن نعلم أن هيكل قال ما يجعل عصر عصرا عظيم هو الاعتراب بالياق وبمعنى حد عود إلى فكرة الحرية وفكرة المعنى الأفراء وفكرة الانفتاح بهذا الشأن يتحدث عن هذه النقطة قال لابد أن نعود إلى هالشي الحرية وطريقة الحرية التي يعود من خلالها أن يتموه الإنسان وبالتالي عندما أعود مع السياجات الضغمائية التي تعيق هذه النقطة وتعيق أيضا هذه الحرية التفكير وبالتالي أن مشكلتها هي مشكلتها الخرية الإجتماعية وهو يستعمل مفهوم الليماجينة ومفهوم الضغمائية بمعنى أن هذا المخيار باستياجات الضغمائية تمنعها من نظر الآخر وتمنعها مواصل مع الآخرها اختلافات ومبدأ التنوب منتعدد ومبدأ الإنصات والمحاكمة الضغمائية إلى الملك بمعنى عادة إلى إشكالية الأفكار العرب وأريد أن أطلع سؤال هذا الشهر وهو لذا هذا الاختلاف في هذه النظر في نوعا ما هو بهذا العقل هل نريد أن يقوم بمسعي المشارقية أم بالمغاربية أم بالخلينون العائية وكان أمامي مجموعة من الأسماء كنت تحدثت عن محمد عبد الجابيري تحدثت على الرقم وسأعود لأناقشة أو أتحدثت عن المفكر ريشادو ناصيب وجورج طرابيشي كتب نقد ونقد العقل العربي الذي كان على الأرض وهي عبارة عن تبادل أفكار نقدية بين المفكر يحيدنا في هذا الأمر مسألة الأنسانة بمعنى تحديات اليوم التي يحيدنا إلى الدخول نحو مجتمع تاريخي مبتوح وهو أن هل نؤسس لأقلامية تؤمن بالحرية وتؤمن بالتفكير كإتيقة المناقشة والتواصل وهل نحن لدينا من الأرضية التي تعود إلى التقصيل الإبستيني لما نفكر فيه بمعنى إذا كنا نفكر في مساعي الوجود في مساعي الانتماء إلى هذه الحضارة الإنسانية بمعنى هل لنا هامش من هذه التفكير؟ وهل لنا مقابلاتنا؟ وهل لنا أمتولاتنا؟ بمعنى باراضيجماتنا؟ وهل لنا تقصيل المعلكية؟ ربما بين التحديات التي تؤسس للعقل لنا ما أرأى؟ وهو أننا نعاني أحيان من ما يسمى بالتشرضهم والتشرضيات في تاريخية هذه التفكيرات بمعنى عودة للركاب المعلمة إلى هواك نحن نعاني أحيان بمعنى تاريخياً لا ننتمي إلى عقلاً تاريخياً تواصلياً ولا ننتمي إلى الإنسات والإستئنافية بالتالي نحن لا نعيش لحظات الحاضر الماضي والحاضر الحاضر والحاضر المستقبل فيه ولكن نحن نعيش حاضر الماضي والحاضر المستقبل فيه حالة من التقطعي وكان جرس ابن خلدون التي اسمها بالنظرية السفرية التي تجعلنا نتحصر ونعيش حالة من التفكير في تعينا نعيش حالة من البداية والتفكير حالة من التار ثم نعود إلى التفكك العصابي الذي يحيلنا إلى العودة من جديد إلى هذا النظور وكأننا نعيش حالة من الشأن الضائم والشأن الصفري في هذه الأخرى تسميه بإمكانية الصفرية مثلاً في مساعي هذا التطور مع عدي حرم وهو المفكير اللبناني يقدم أن فينات الأنسان نعيش أخر من التفكير لا يمكن أن نسمي فكراً عربياً أو نسمي عقلاً عربياً لا يبد أن ننتمي أنساناً لماذا؟ لأنه يقول أن الأفكار الخصبة لا جنسية لها بمعنى إذا ما نحاول أن نبتع إلى مثل الجنسية هوية وننتقل إلى كونغة المعرفة إلى الكوبة أو إلى العالمية إلى الكوبة الكبيرة لأننا نتعامل مع المعرفة بما تنتج كأفكار خصبة التي تعتمsighها الفكر العربي والتقيقة العربية وتعاطى معها في الآن الفكر الغربية والمعرفة الغربية والبكة الغربية رأيح إذا نحن لا نفكير مثلما يفكر الآخر عندما يحاول إخباح المعرفة لا يفكير فقط Toyota والمعرفة пожалуйста ويمشرها نحو الآخر وربما المسائل التي يقف عليها المشترك عن الكمية أو الموسائل من كميديا وهي كي تقول في الأرض الخيزة بمعنى كي تكون هذه المعرفة وكيف يكون الرصول إلى قابلة تنسك للآخر وتصل معها بمعنى عندما أعود إلى سؤال المرحية الإنسانية أو أوراقة الفكر الإنساني جاءت ما الحادثية تقدم لنا شيء آخر يعني حادثية الأمر كتفكير جديد كتفكير خصف كتفكير تنوري جاءت ما بعد الثاني تقدم لنا أخرى وتقدم لنا أيضاً أن مسائل الإيمان بالاختلاف وعلى إيمان بالتعديل الواحد الأول ضمن أعرفة الواحدة هو شأن يحيطنا إلى البحث والوصول وعلى إيمان بالتعديل الواحدة تأسيساً لألفظة العمودي ربالله إذا قال يقول لنا أن الأمر ستعريش لا يتم خارج حدودنا أو حدود أنفسنا ولكن يتم داخلها بمعنى حتى إن تحدثنا بهذه الهووية بهذه اللغة التي هي الحامل المعرفي لهذا النقاش ولكن نجد أننا أمام نوعية وأمام تعدد يحيطنا إلى أن لا يوجد فقط عقل عربي واحد ولا يوجد فقط انتمائية إلى كتلة بنيوية تسمى بالفكر العربي ولكن نحن ننتمي إلى أفكار عربية بمعنى ننتمي إلى فكرانيات عربية متعددة وننتمي أيضا إلى عقلانيات تتأسس وفق فهم الانتماء المحلي نحو هذه الكونها أو نحو هذه الكونها وفي الأخير أريد أن أشير أن أيضا الفيلسوف وموتفلسف المعاصر فتحي مسكيبي كان قدم لنا طرحا آخر ويقول لابد أن نفكر في الهجرة إلى الإنسانية لمعنى كيف يمكن أن نخرج ونؤسس لهذه الإنسانية التي تجعلنا لا ننتمي فقط إلى ثقافة سكونية وثقافة الجمود والرفوض ولكن الانبعاث والدخول إلى النهضة لا بد أن يؤسس لنا فكرا جديدا تواصليا يؤسس لما يرسلنا بالانفتاح وشكرا لكم على حصل الإصراع والمتابعة